أوكي، مايكروسوفت لم تكتفي بمؤتمر واحد وقرروا أنهم يعملوا نسخة مطولة من مؤتمرهم السابق كامتداد إلو نمركز أكتر على استعراضات مطولة لنفس الألعاب اللي شفناها بالمؤتمر وكمية معلومات جديدة قيمة ما سمعت من قبل عن ألعاب مثل Redfall وبنتمينت وماينكرافت لجنز وأز دوسك فولز وغيرهم لكن هل هذا معناه أنه المؤتمر كله عبارة عن نسخة شاطينة من المؤتمر السابق؟ لا طبعاً بل العكس تماماً شفنا إعلانات جديدة لألعاب ما شفناها سابقاً وأحد هالتريلرات كان صادم فعلاً وعروض جيم بلاي وفي بعضها شرحونا شغلات كتير عن هالألعاب المنتظرة هذا المؤتمر بشوفه موجه أكتر للناس اللي مهتمي بالألعاب اللي استعمدوها وبدن يعرفوا المزيد والمزيد من الآخر المؤتمر هذا فينا اعتبره نسخة المعرقين مش موجه أبداً لللاعبين اللي بس بدوا يشوف التريلرات ويمشي فحياكم الله جميعاً بمؤتمر إكس بوكس المطول لعام 2022 رح شاركوا الرأيه فيه ولخص لكم ياه على قسمين قسم يخص التريلرات الألعاب اللي ما شفناها بالمؤتمر الرئيسي وقسم آخر للجيم بلاي وأبرز المعلومات الجديدة عن الألعاب اللي معلن عنا سابقاً وصدقوني لما بقولكن إنه فيه معلومات لازم ما تفوتكن بالمرة قبل ما نبدأ صلوا على الحبيب محمد يا جماعة وخلونا نقول باسم الله ونخش على القسم الأول افتتحنا المؤتمر بلعبة فالهايم تريلر جديد مع تأكيد إصدارها على الجيم باس للبي سي خلالها السنة مع الإعلان الرسمي عن إصدار نسخة للكونسل لأجهزة الإكس بوكس كحصرية مؤقتة تصدر في 2023 وطبعاً راح تكون من أول يوم للجيم باس فالهايم من الألعاب اللي كسرت الدنيا لما نزلت السنة الماضي وحقيقة وجودها على جيم باس البي سي بيعطي قيمي جداً كبيري لهالاشتراك ومع وصول اللعب للكونسل عبر الإكس بوكس بعتقد أنه فرصة مثالية للعبتنا حتى تكسب جمهور جديد ومختلف تماماً بعد استعمدوا لنا لعبي جديد كلياً The Texas Chainsaw Massacre لعبة أونلاين مقتبسة من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة The Texas Chainsaw Massacre ونظامها بيشبه Dead by Daylight و Friday the 13th بحيث أنه فيه قاتل وفيه مجموعة لاعبين لازم يهربوا منه اتفاجأت كتير لما شفت بهالمؤتمر بصراحة وانبسط لما عرفت أنه أيضاً رح تنزل من أول يوم للجيم باس لما بتنزل بالـ 2023 للبي سي والإكس بوكس كحصرية مؤقتة أيضاً شفنا تريلر جيم بلاي مطول ومنتظر للعبة سلايم رانشر 2 يا سلام ما تغير ولا شيء بصراحة في إلي ذكرى كتير حلوة مع سلايم رانشر نزلت لها فيديو ببداياتي بالـ 2017 وحزفتوا بعدها بكم يوم لأنه كان أكتر شيء كرنج بالدنيا الجزء الثاني من لعبتنا يبدو لي ماشي على نفس نهج الأول بدون تغيير ملحوظ باستثناء المناطق الجديدة العرض هذا كان جداً مناسب أنه يكون بمؤتمر مثل هذا أمانة مع كامل الاحترام للعبة طبعاً موعدنا مع سلايم رانشر في خريف هذا العام بعدين شفنا عرض جديد رهيب للعبة Fall Guys عرض دراما هيكي سينمائي ضحكني كتير هو طبعاً إعلان جديد لقدوم اللعبة مجاناً في 21 الشهر هذا لكن هالمرة كشفوا عن تعاون مع مايكروسوفت بإيفنت اسمه Spartan Showdown بيبدأ من 30 يونيو وبينتهي ب4 يوليو حاملاً معه سكنين قابلين للربح Master Chief والArbiter بعدين عرضون لمونتاج جداً جميل وسريع لمجموعة ألعاب إندي قادمة للإكس بوكس المونتاج احتوى على 16 لعب مختلفة استعرضوا ثواني معدودي من كل وحدي فيهم بطريقة مغرية فعلاً إنك هيك تلقط لك شيء وحدي من هالألعاب وتروح تدور عنه أكتر وتتعرف عليا كمان وكمان وتشوف عرض الجيم بلاي تبعه عادة هيك مونتاجات كانوا يحطوها بالمؤتمر الأساسي بس هالمرة قرروا ينقلوها للجانبة آخر شيء بالنسبة لتريلرات الألعاب شفنا مفاجأة حقيقة شغلي بالمرة ما كنت متوقع نشوفه ولا بنسبة واحد بالمية ستاكر 2 عرض جديد صادم بصراحة يؤكد أولاً تأجيل اللعبة المتوقع للـ 2023 وبيستعرض افتتاحية اللعبة نعم عزيز المتابع لأنه اللي شايفه قدامك الآن هو بداية ستاكر 2 يعني أول ما بتشغل اللعبة وبتبدأ تختيم بيطلع لك هذا المشهد بالبداية استعرضوه على شكل تريلر مدته دايقتين ونص تقريباً شفنا فيه كيف بتبدأ رحلتنا مع هالقصة عبارة عن أنه البطل بيقرر لسبب ما أنه يدخل إلى الزون أو هاي منطقة المفاعل بتشورنوبل وهنيك بيروحوا فيها وبتبدأ اللعبة التريلر قوي بصراحة وعاجبني مستوى اللعبة البصر كتير والحلو بالعرض هذا أنه فيه لمسة الألعاب الكلاسيكية الأديمة بالمقدمات هيك بتكون عم تسوق سيارة ومشغل الراديو بكل هدوء ورواءان بالليل فجأة بتصير الكارثي الآن ننتقل للقسم الثاني من المؤتمر القسم الخاص بالجيم بلاي والمعلومات عن الألعاب اللي شفناها بالمؤتمر الأساسي وبصراحة هون فيه كمية شغلات رائعة أولاً شفنا لقاء مع الأسطورة بيت هاينز من بثزدا حكى عن مجموعة أمور مختلفة أبرزة كان سبب تأجيل ستار فيلد وريد فول للسنة الجاي اسمعوا ليشو حكا قال إنه من الغباء إنك تشتغل سنين طويلة على مشاريع طموحة ثم تظلم هالمشاريع بإنك تنزلها وهي لسه غير جاهزة أو غير مكتملة فرقنا بتستاهل وقت أطول للعمل على ألعابهم لحتى يقدروا يوصلوا لتوقعات وتطلعات الجمهور وما يخيبوا آمالهم أبداً كلام مريح بصراحة خلاني أوسق أكتر بإننا موعودين بتجارب مميزة وقوية مع ستار فيلد وريد فول وتأجيل هاللعبتين لم يكن بسبب مشاكل داخلية أو تخبطات بقدر ما يكون ضمان للجودي ثم أتكلم شوي عن شغلي كتير مهمة بخصوص لعبة ريد فول وقال إنه اللعبة صح إنها بتعتمد على الكواب بس ترى عادة فينك تلعبها لحالك بالكامل وتستمتع بنسبة كبيرة الهدف من اللعبة هاي هو إنهم يعطوك حرية بطريقة لعبك وما يجبروك بالمرة على أسلوب معين أو يحدوا المتعة فقط على الكواب وكمان جاوب على سؤال كتير قوي شو رأيك بالناس اللي بتشبه اللعبة بباك فور بلود قال إنه من السهل الاعتقاد هيك لما بتشوفها لكن ريد فول لعبي مميزي ومختلفة إلى هويتها الخاصة وأسلوبها الخاص ويرفض تشبيهها بألعاب أخرى داعماً لكلامي اللي قلته بالفيديو السابق لما قلت إنه اللعبة هاي تبدو مختلفة كتير عن المعتاد منقول شكراً لبيت هايز وناراكا لاحقاً لأنه الآن حان وقت استعراض لعبة ناراكا يا أخي ما أتفهني استعراض جديد تقريباً مركز على تخصيص الشخصية واللبس وهالأمور وضحكنا كتير كيف إنه فينك تجيب صورتك وتحطها وتعدل عليها لتصير شخصيتك باللعبة بتشبهك بالواقع وحطوا مثال بصورة فيل سبينسر وحكوا كمان عن طور القصة الجديد كلياً وقالوا إنه نظام اللعب فيه والأفكار الموجودة هون رح تكون مختلفي تماماً عن طور الأونلاين ورح تكون القصة على نظامة شابترات أو فصول وكل فترة رح ينزل فصل جديد أو مراحل جديدي على شكل إضافات بعدين شفنا لمحة جيم بلاي على لعبة أرا History Untold اللي شفنا لعرض سينمائي بالمؤتمر السابق قعدوا يحكوا عنا المطورين هيكي وحسيت إنه شغفهم وحماسهم وصلني ويؤسفني إنه هالنوعي من الألعاب مش جوة أبداً لكن واضح إنه عشاق هالتصنيف موعودين بشي محترم اللعب واضح إنه شبه جازي أو مكتملي والدليل إنه رح ينزلوا لها نسخة مجانية أو تجربة مجانية في هذا الصيف بعدين انتقلنا لعرض مطول للعبة Grounded مع كلام المطورين عن اللعبة الكاملة وشوية معلومات عنها شغلات مثل إنه بالنسخة الكاملة صار فينك تلعب القصة وتستمتع فيها بالكامل من بدايتها لنهايتها مع الكريدتس والخاتمة أضافوا نوع جديد من الأعداء الكبار اسمه Mantis مطلوب كتير من الجمهور أضافوا أسرار أكتر لحتى تستكشفها ومجموعة أمور بصراحة خلتني احترم هالفريق اللي واقف ورا هاللعبة أكتر وأكتر لأنه شي عن جد مبهر كيف فريق مكون من عشر أشخاص فقط قدروا يمسكوا مشروع جانبة لا قيمة له بالاستوديو وحولوا لأحد أنجح مشاريع هالاستوديو ولعبة فيه إلى جمهور ضخم وعدد لاعبين يفوق العشرة مليون لاعب تحيي لهالفريق الطموح بعدين طرنا الفلايت سيميوليتر والمزيد من الشراكات هالمرة مع متحف طيران شهير وفيلم توبغان مافريك وبما أننا طايرين فوق وصلنا للعبة high on life وعرض جديد فرجونا فيه جيم بلاي أكتر ويا رجل تقول مخبين أحلى لقطات الجيم بلاي لهالمؤتمر لا 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 عن جد رهيبي بشكل لا يوصف جيم بلاي نظيف وجميل وممتع ومجنون ومبتكر الأفكار اللي شايفة هون بتخليني متشوق لجربة اليوم قبل بكرة حكوا كمان عن القصة وقعدوا يشرحوا هيك فكرتها وبدايتها والشخصيات بس عزروني ما رح لخصوا لكم كلامهم هون لأنه ما جاي عبالي لخصوا هيك مزاج أنا هيك اليوم قررت أني ما بدي أحكي عن قصة high on life إيه لك عليا شيء؟ بعدين رحنا للعبين ظلمت كتير بعرضها بالمؤتمر الرئيسي بنتمنت واللي استفادت كتير من عرضها بالمؤتمر المطول لأننا تعرفنا أكتر عليا بشكل مثير للاهتمام تقع أحداث اللعبين في القرن السادس عشر في الحضارة البافاري بطلنا اسمه أندرياس مولر عبارة عن رسام أو خينقول فنان بيهوى الرسم والتلوين وأساسا اسم اللعبي بنتمنت يشير إلى شيء يخص الرسم والتلوين وكيف أنه الرسمي نفسها لما بيمر عليا زمن طويل بتقدر ترسم فوقه وتطمس الأديمي دلالة من المخرج على أنه التاريخ يسهل تزييفه بما أنه اللعبي تاريخية وعم تحاكي كتير هالأمور السياسية بموضوع تزييف الحقائق والمواضيع هاي مع القائنا نظرة محترمة على أفكار اللعب واللي تضمن حل الألغاز وحل القضايا والمشاكل اللي بيقع فيها البطل وأكيد طبعا الحوارات وخياراتها ما ببالغ لو قلتلكم أني لو ما تابعت هالجزئية بهذا المؤتمر مستحيل يرتفع حماسة لبنتمنت ومستحيل انظر له بهالنظرة المختلفة اللي خلتني عن جد شوفه لعبي واعدي لما فيها من قصة وتجسيد وفكرة واضح ما تعوب عليها ثم انتقلنا لأكتر لعبي حكيت عنا بحياتي As Dusk Falls اللي وبشكل مفاجئ استفادت كتير هي الأخرى من هذا المؤتمر بحيث أنهم أخيرا عرضون للجيم بلاي وطريق تفاعلك باللعب أوكي مبدئيا اللعبة ما فيها جيم بلاي يعني هي قصة تفاعلية بحتي Point and Click ما بتعمل أي شي معها باستثناء أنك بس تضغط وتختار شو يحكوا أو شو المسار اللي يتبعوه أو شو القرارات اللي يتخزوه ما في جيم بلاي بالمرة أشبه بمسلسل تفاعلي لدرجة أنك فينك تستبدل كنترولر بالجوال تخيل فينك تمسك الجوال وتلعبه على الكونسول تبعك بدل ما تمسك الكنترولر العرض هذا طمني كتير عن اللعبة من شخص كنت متخوف شوي أنه يحاولوا يحطوا عناصر لعب ممكن تخرب الفكرة لشخص مرتاح مبدئيا أنه اللعبة رح تكون مركزي على القصة 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 وهذا اللي أنا عم بستناء منها هذا اللي أنا بدي إياه منها ثم ألقينا نظرة على جيم بلاي إضافة فورزا هورايزن 5 هوت ويلز شفنا فيها اللمحة الأركيدية الحلوة هديك والأفكار الجنونية والمتعة اللي عم تستنانا بهاللعبة الحلوة حبيت كيف أنه نطوروا هالإضافة بالأساس بناءً على طلب الجمهور ولو أني لازلت غير مؤيد كبير لهالقرار بس ليش لا؟ منلعبها من جديد يا سيدي بلمسة الجزء الخامس في عشر سيارات جديدة بهالإضافة منهم أربع سيارات هوت ويلز وهني السيارات الأنسب لهيك نوعية من السباقات وفي تراكات مميزة وجديدة ومتنوعة أكتر في كامبين أو مراحل تختيم إن صح التعبير باختصار واضح إنه إضافة دسمة ومرتبة آخر شي عنا كانت ماينكرافت لجنز اللي بصراحة جزئيتها على قد ما كنت متحمسلة على قد ما أحبطتني بشكل لا يوصف يعني كنت متحمس نسمع عنه معلومات أكتر نشوف لها عرض جيم بلاي مطول مثلا بس لا حرفيا ما كان فيه أي شي جديد مثير للاهتمام لدرجة إنه ما بعرف ليش عمله هالجزئية أصلا قبل ما نختتم في عندي نقطة أخيرة عملوا لقاء مع سارا بوند اللي هي إدارية بقسم الأكس بوكس حكيت كتير عن موضوع التضمين الاجتماعي واهتمامهم بإنه كل اللاعبين بالعالم يكونوا representative متل ما بيقولوا وأنا بصراحة عم بسمع كلامه وعم بتساءل بيني وبين نفسي هدول نفسهم مايكروسوفت اللي ما عم يعربوا ألعابهم؟ يعني أنتو يا مايكروسوفت لو فعلا بتكن الكل ينبسط بالألعاب ويحس حاله محترم مين ما كان وشو ما كان طب وين دعم كل اللغة العربية؟ وين اهتمامكن بتجربة اللاعب العربي؟ ليش أسوأ تجربة بيخوض أي لاعب بالعالم على الإكس بوكس هي تجربة اللاعب العربي؟ فما بعرف يعني أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعقب عموما انتهى مؤتمر إكس بوكس بكل محتوياته الأساسي والشط مطي وبصراحة المؤتمر هذا تحديدا خلاني أدر الألعاب اللي شفناها بالعرض الرئيسي أكتر احترمها واحترم العاملين عليها أكتر كشخص بيحب يسمع كتير لقاءات للمطورين فين أأكد لك أنه كتير من هالمطورين واضح شغفهم وحبهم الكبير لها المجال شي بيخليني كتير مبسوط أني حطيت ساعة وتلت من وقته لحتى اسمع منهم أكتر ولحتى أدر أعمالهم وتعبهم أكتر واتطمن على مستقبل منصة الأكس بوكس لأنه واضح فيها ناس كتير متحمسين للمستقبل وحقيقة تحيي لمايكروسوفت أنه نقدروا يعملوا نسخة مطولة من الحدث ما تكون عديمة القيمة بل بالعكس هي القيمة بذات نفسها بعروض جديدة ومعلومات قيمة وغيم بلاي متنوع يلا عادي عشاق الأكس بوكس زبطوني هيك باللايك والاشتراك والشير والتعليقات وخلونا نوصل الفيديو هذا لسبعين لايك مقصودي على فكرة نراكم إن شاء الله على خير السلام عليكم